موسيقى صباحكم ربنا بكل الخير والصحة والسعادة مشاهدين الكرام اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا الصباح يا رب يكون النهاردة وهذا الصباح فرصة جديدة لتحقيق احلام البعض مننا وفرصة ايضا لقضاء حاجيات البعض الاخر لكن لو كنا من سعداء الحظ الذين لن تقضى لهم حاجة ولن تتحقق لهم امنيات فنحن بالفعل سعداء الحظ لان ربنا اتاح لنا يوم جديد وفرصة جديدة اننا نفتح حيونا ونبدأ يوم جديد وعلينا ان احنا نكون شاكرين لهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ونبدأ يومنا بالسعي الحثيث في كل مناحي وطرق الحياة املا في ان احنا ان شاء الله نصل الى كل ما نتمنى ونصبه ونطمع برحب حضراتكم في هذه الحلقة وكالعادة جاهزنا لحضراتكم مجموعة من الفقرات المختلفة والمتنوعة لكن هيكون النص التاني كالعادة من حلقتنا مخصص للفقرات الحوارية حوارين متتاليين في هذا الصباح وما بينهما فقرة اقتصادية لمتابعة اهم واخر احداث وانباء المال والاعمال لكن هنبدأ مباشرة مع حضراتكم الفقرة الاخبارية بعد فاصل قصير فابقوا معنا في هذا الصباح هنبدأ مع حضراتكم بالهم الكبير لكل اولياء الامور وارباب الاسر في مصر وهو توفير الاحتياجات اليومية من السلع خاصة السلع الغذائية مبادرات كتيرة اطلقت في المجتمع لتوفير السلع دي باسعار جيدة واسعار منافسة بل وربما عمل تخفيضات جيدة او تخفيضات كبيرة على اسعار هذه السلع تخفيفا طبعا على الاسرة المصرية ومحاولة لمساعدة الاسرة المصرية على تحصيل اكبر قدر ممكن من الاحتياجات باقل قدر ممكن من الاسعار مؤخرا وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت كميات كبيرة في مجمعات الاستلاكية في المحافظات من الخضر والفاكهة الشركة القبضة للصناعات الغذائية اكدت ان الطماطم والطماطم الحقيقة يعني عندها وعليها كلام كبير اللي يمدي اكدت ان الطماطم بتباع في المجمعات بتسعة جنيه للكيلو في حين ان البعض على السوشيال ميديا بيصل بيه الامر ان يقول ان الطماطم سعرها عشرين كيلو طبعا مسألة فيها اختلافات من منطقة لاخرى ومن محافظة لاخرى لكن في النهاية ما يعنينا هو التأكدات الرسمية ان سعر الطماطم في المجمعات الاستلاكية تسعة جنيه للكيلو والبطاطس كمان اربعة جنيه في اكثر الكرة شعبية تكثر الحكايات حول الاسعار خاصة في الطماطم منها فهنا يحكي عمي محمد حكاية العروات التي رفعت اسعار الطماطم بعد ان كانت تباع الكلوات السلاسة بعشرة جنيهات الفرق العلوة بتعتبر اللي هي فرق الزراعة ومقت الزراعة وموضوع الارتفاع للطماطم ده بيستمر فرق العلوة فرق الزراعة المتقدم للزراعة متاخرة وبعد كده يعني في خلال 15 يوم بإذن الله الزراعة الطماطم ما تنزل فهنا تباع الطماطم باسعار تتفاوت ما بين الجنيهات العشرة وصولا الى الاربعة عشر جنيه حسب الجودة وبحسب مزارعها فان الايام القادمة سوف تشهد انخفاضا كبيرا في الاسعار بها الطماطم من 10 جنيه ل 12 جنيه 13 جنيه هم بتوع دجارة او 20 يوم بالتلاثين اما قبل كده كانت تلاثة بعشرة واربعة بعشرة هي فرق العلوة وكل ورغم ذلك فان باقي انواع الخضر الاخرى قد شهدت سباتا في اسعارها كالبازنجانة والبطاطس ولان العبر بالتنفيذ فان الدولة قد اتخذت منحا اخر لتوفير كل احتياجات المواطن من السلع بمجمعاتها الاستلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية والقرى ايضا فمن نفس القرية التي تعرف بميت رهينة بالجيزة اختلفت الاسعار ايضا بعد ضخ التمويل كل انواع الخضر بمجمعاتها الاستلاكية فهنا تصل التخفضات الى السلسينة في المئة القطة حضرتك دلوقتي سعرها بتسعة جنيه البصل بستة جنيه اصعار وجودة عالية حضرتك وحاجات ممتازة والاصلاف كلها على جودة عالية وكل اسعار هنا بتنفس برة خالص تعليمات معالي وزير التمويل ان توجد الخضر والفاكهة في جميع الكرة وفي جميع كرة مصر ومتوفرة باسعار اقل من السوق الخارجي 30% طبعا ده معمول مساعدة لمحدود الدخل من معالي الوزير ده بالاضافة طبعا لان برضو عندنا الفراخ اقل من السوق الخارجي اللحمة عندنا جميع السلع اقل من السوق الخارجي وباعتباري ان الامر استراتيجية تتبنىها التمويل فان ضخ تلك السلع قد خلق حالة من الارحية عند المواطن بره بربع تشار جنيه هنا بتسعة جنيه حلوة كويسة مش وحي بذلك يكون الجدل قد انتهى بالنسبة الاسعار التماطم التي ستشهد عودة بحسب الخبراء الى سابق عادية بعد الانتهاء من تغيير المواسم نصيحة من خبراء اقتصاديين دايما لو بتبحث عن التوفير لابد انك تبزل بعض المجهود في البحث او بالبلد كده ادعبسة وراء الاسعار الارخص والجودة الافضل ممكن يكون الموضوع مش بعيد او مش مرهق لكن تقدر تحصل على صفقة جيدة جدا وصفقة تقدر تحقق بعض من التوفير في الميزانية الخاصة بالبيت كل شهر مصر من اهم القطاعات في مجال الصناعات الغذائية فيها قطاع الالبان طبعا للاحتياج الاستراتيجي لهذه السلعة المهمة طول الوقت في كل مكان وكل بيت في مصر لكن ايضا لان مصر بتتمتع بثروة حيوانية كبيرة وبالتالي في قطاع الالبان ومصنعاتها من اكتر القطاعات الجاذبة للمستثمرين في مصر وده قطاع طبعا متطور ومهم وبيشهد كل فترة دخول عدد كديد من المستثمرين علشان كده كلية الزراعة في جامعة الازهر نظمت ورشة عمل مؤخرا بتتناول المعايير الاكاديمية لبرنامج الالبان يعني ايه المعايير الاكاديمية لبرنامج الالبان ده هنعرفه مع حضراتكم في التقرير التالي لكن تصريح من عميد الكلية ان هذه الورشة بتناقش متطلبات سوق العمل وتخريك كوادر قادرة على النهوض بهذه الصناعة في مصر اللي بين قوسين بتحتاج الكثير من الايد العاملة وايضا خبرات متميزة لمناقشة متطلبات سوق العمل واعداد كوادر قادرة على النهوض بالصناعة نظمت كلية الزراعة جامعة الازهر ورشة عمل تحت عنوان اعتماد المعايير الاكاديمية لبرنامج الالبان بحضور عدد من قيادات الكلية الحقيقة ورشة النهاردة اقدر اقول ان هي عصب للعمليات التعليمية ولاضافة المعارف والمهارات لخريجي كليات الزراعة بصفة عامة ولتخصص القسم بصفة عامة او بخاصة او هذا البرنامج بشكل خاص المعايير اللي هي المهارات التي يجب ان يكتسبها طالب خريجي علم التكنولوجيا الالبان اللي بحيث انه لما يروح المصنع يشتغل يبقى ملم بكل ما هو موجود والتكنولوجيا الحديثة داخل المصنع يعني ما يدرش حاجة هنا اكاديميا وننهاله في المعمل او المحاضرة وروح المصنع لها حاجة مختلفة تماما الورشة التي حضرها ممثلون عن شركات الصناعات الغذائية تم الاتفاق فيها على تدريب طلاب الكلية والحاقهم بسوق العمل بعد التخرب احنا عاملين بروتقالات مع شركات كبيرة جدا في مجال الالبان بهدف طبعا التدريب الصيفي للطلاب بهدف التعاون في البحوث الماجستير والدكتوراه كمان فيه استشارات علمية بتتم من القسم العمل القسم فيه الكيمياء اللبن ومايكروبيولوجيا اللبن فيه طلاب قبل كده جاءت ضربت من جامعة اسكندرية وجامعة الكهرة وطلاب اللي بتيجي بتيجي تتضرب بتاخد الدورة التصناعية من البداية لنهاية عملي وبشوف العمل على الطبيعة وبحط ايده في المنتج نفسه عشان ياخد فكرة يبقى عنده العلم والعمل تهدف الورشة ايضا الى مواصلة العمل لاعتماد برامج جميع اقسام الكلية لكي تسير في رقب التطور في الكليات الاخرى تطبيق المعايير الاكاديمية لهذه الصناعة وربط الخرجين بسوق العمل اهداف تلك الندوة التي جاءت لتؤكد على ضرورة نقل الخبرات الى الطلاب ليكونوا قادرين على النهوض بهذه الصناعة من كلية الزراعة محمد الخطيب أنيل بعد خسائر قياسية في المناطق المزروعة والغابات في سوريا مؤخرا والامر اللي اثار عدد من النشطين لربما اطلاق حملات دولية لمساعدة سوريا على تجاوز الغابات لم تكن الجزائر افضل حالا لانها وجهت نفس ايضا هذه الموجة من حرائق الغابات لكن الجزائر بتحاول ان تتعافى سريعا ومن اجل ذلك اطلقت حملة للتشجير لتعويض ما خسرته الدولة من مساحات خضراء على مستوى الغابات والامر الجيد انه شاركت الجهات الرسمية في هذه الحملة الى جانب المتطوعين والمهتمين بقضايا البيئة في الجزائر في اعقاب سلسلة من حرائق الغابات بالجزائر اطلقت السلطات الجزائرية مبادرة على مستوى البلاد وذلك بهدف اعادة التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء بها هذه مبادرة كما اقول لك انسانية ضد ادوان البيئة احنا ندعو لهم هذو الناس اللي يحرقوا ندعو لهم ربي يهديهم ان شاء الله وان شاء الله نزاد مبادرات وحد اخرين نديروا ان شاء الله لكل جزائر عشرة اشجار ماشي شجارة واحدة وان شاء الله ربي يجيب الخير عملية التشجير تتضمن غرز شتلات في جميع غابات الجزائر بمساعدة رجال الاطفاء والجيش والمتطوعين والمدنيين فيما حث رجال الاطفاء جميع المواطنين غرز شجرة امام منازلهم وبالتزامن مع سن الحكومة الجزائرية قوانين مشددة في مواجهة التحريض على اشعال حرائق الغابات تم فتح تحقيق حكومي في الحرائق التي طلت العديد من الغابات الشجرية في وهران والشلف والبليدة وتبازة للتعرف على اسبابها فقلب العاصمة العراقية بغداد تجربة مختلفة بيقودها ناشط متطوع مهموم بشؤون البيئة ايضا في بلده العراق وكان ضيوفه هذه المرة على الفطار مجموعة من الاطفال من احدى دور الايتام الفكرة كلها انه هذا الناشط المهموم بالبيئة واسمه مهدي ليث وبيقود يعني موقع رائد على او صفحة على موقع انستجرام اسمها مركز الحياة البرية العراقي وبيتابعوا اكتر من 120 الف شخص استضاف هؤلاء الاطفال من دور الايتام وبدأ يتحدث معهم عن اهمية الحفاظ على البيئة واهمية الحفاظ والتعامل مع الحياة البرية بشكل غير مؤذي وفي نفس الوقت ترك للاطفال ممارسة هوية الرسم لكن بربط مع موضوع الحديث وهو البيئة فتركهم انهم يرسموا حيواناتهم المفضلة اللي ممكن يكونوا يتمنوا انهم يشوفوها في الحياة البرية مهدي ليت تتكلم معهم عن منطقة الاهوار وهي منطقة مهددة ومعرضة لخطر التآكل في العراق ودي مش المرة الاولى اللي يقوم بيها بهذه التجربة لكن بدأ ينظم عدد من ورش العمل للاطفال في نفس هذا المطعم بنفس هذا السبب ولنفس هذا المنطق انه يزيد الوعي باهمية الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ على البيئة في المستقبل منطقة الاهوار في العراق منطقة مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي من سنة 2016 وبتتعرض للأسف لمخاطر قد تؤدي الى تآكل رقعتها زي ما شايفين خضراتكم المسألة ليست فقط طبيعة واشجار وغابات لكن ايضا الحيوانات والزواحف اللي بتعيش وتعتاش على هذه الغابات وبالتالي اي تغير في منظومة الغطاء النباتي في الغابة بتؤثر ايضا على المنظومة الحيوانية والمملكة الحيوانية بالتبعية اللي هو الايكو سيستيم او نظام الايكولوجي اللي كله بيتأثر ويؤثر في بعضه البعض مش هنبعد كتير عن المنطقة العربية لكن هنروح المرة دي الى المغرب والمغرب بتتميز بنقوش الحنة دايما في المناسبات زي ما دول عربية كثيرة بتتميز بهذه النقوش لكن الحنة في المغرب من اهم ما يميزها انها دائما بتتطور باستمرار على صعيد التصميمات وعلى صعيد النقوش اللي بتتفنن السيدات في رسمها على ايادهن وارجلهن للحنة تاريخ ثقافي كبير في المغرب وبترتبط طبعا بالمناسبات زي العيدين وزي حفلات الزفاف لكن بات شائعا جدا في المغرب ان البنات والسيدات والفتيات يرسمنا الحنة دون وجود مناسبة بعنها من اهم الفنانات المغربيات في هذا المجال حليمة شلواشي واللي بترسم على الحنة او بترسم بالحنة من اكتر من 25 سنة تقريبا وتعلمته وهي سنها 12 سنة فقط وبتستخدم اشياء كثيرة منها الرسم بحاجة تشبه الحقنة او المحقنة بترسم ايضا باستخدام عصى خشبية ودي امر يحتاج الى مهارة وتحكم جيد جدا وادراك للشكل النهائي اللي تريد الفنانة انها تصل اليه بهذا النقش بالحنة طبعا بغض النظر عن الفوائد الصحية اللي بيؤكد الكثيرون لنبات الحنة لكن بتبقى من اهم مظاهر الجمال عند المرأة العربية هو استخدام الحنة في النقوش على الايدي والارجلة الى اليمن واليمن الحقيقة ليس في اسعد ايامه رغم انه كلنا تعلمنا زمان في المدارس ان اسمه اليمن السعيد بين قوسين اليمن وهو بيعاني من هذه المشاكل وعلى مدار سنوات امتدت الان في ازمته الداخلية لكن لم يخلو الامر من محاولات من يمنيين للخروج بره هذه الدائرة والبحث عن قيم الجمال والقيم اللي بتشفي الروح بدورها من هؤلاء طفلة يمنية ذات طبيعة خاصة او من ذوي الهمم اسمها اسية الزبحاني ماذا فعلت اسية اسية بدأت انها ترسم العالم زي ما هي متخيلة في مريتها كل يوم الصبح والحقيقة ان رحلتها وان كانت رحلة شخصية مليئة بالمعاناة والمتاعب لكنها لم تخلو من انجاز لما تشوفوا حضراتكم هذا التقرير ونشوف ماذا وصلت الي هذه الفتاة اليمنية في موجهة حدث بيعصف بدولة باكملها منذ عدة سنوات رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها في اليمن رسمت الفنانة اليمنية اسية الزبحاني العالم كما يظهر على مرآتها اسية التي تبلغ من العمر 26 عاما تعاني من عدة اعاقات من بينها التقزم والشلل النصفي لكنها مع كل ذلك شغلت حماس وارادة قد عملت منذ الرابع من عمرها على تنمية مهاراتها وحبها للفن وأصبحت الآن تصنع الرسوم التخطيطية واللوحات بيد واحدة لتقدم للآخرين صورة للعالم عبر مرآتها الخاصة ومثل ما تراه بعينيها فهناك نقص في الشعور بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأشخاص الذين يعانون من اعاقات لكن اسية تمكنت من الحصول على تدريبات لتطوير مهاراتها وواجهت بعض التحديات خاصة فيما يتعلق بصعوبة التنقل بالطرق ودرق المباني آسيا طبعا تحصل أكيد الكثير من الحوائق مثلها مثل كل المعاقين اليمنيين من الناحية المادية من الناحية النفسية من الناحية الاهتمام إنما تحصل ليش اهتمام عشان تكون إنسان طبيعي وشخص فعال داخل المجتمع الفنانة اليمنية آسيا طلقت تعليمها عن بعد على أيدي فنانين محترفين أرسلوا لها النصائح وشرحوا لها قواعد الفن عبر تطبيق واتساب واعتمدت كذلك على دروس منشورة بموقع يوتيوب كما التحقت آسيا بدورة فنية لمدة شهر مع مؤسسة خيرية وهي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التي تساعد المعاقين من الرجال والنساء على تحقيق الاستقلال المالي بعد ذلك عرضت بفخر أعمالها درست للفنوية وبعدين تعلمت الرس مع الباد مع الأستاذ ردفان المحمدين محمد الحاشي دورت عن الباد وتعلمت من اليوتيوب يشار إلى أن الصراع المستمر منذ خمس سنوات في اليمن كان تأثيره أشد على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما تصف الأمم المتحدة الوضع هناك بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج ثمانون بالمئة من السكان إلى المساعدات في وقت تلوح فيه بالأفق مجاعة وشيكة قبل أن نستكمل مع حضراتكم أخبارنا من أرجاء العالم العربي والعالم خلونا نشوف حالة التقص في مصر النهاردة وهم التنبؤات والأمور اللي لابد نفهمها عشان نتجهز لها جيدا الدكتور محمود شهيم ودي مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود صباح الخير والجو النهاردة أخباره إيه على صعيد درجات الحرارة وعلى صعيد فرص الأمطار صباح الخير يا فندم أعليكو على كل أستاذ المشاهدين نحن صباح النهاردة بتبدأ حالة من حالات عدم الاتصار في الأحوال الجوية خاصة بعد عصر اليوم بفرص طبعا للسقوط أمطار على توحين الشمالية الغربية سلوم مطروح تصل إلى أسكندرية ومناطق من شمال الثلثة كما تمتد دي مساء إلى محافظات شمال سيناء برسعيد والعريش ورفح فرص سقوط الأمطار على توحيل الشمالية ما بين متوسطها تغزر في بعض الأوات تكون غزيرة من بعض الأوات إنما بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية فالأجواء مستقرة فيها بإضافة من يوم القمعة الغدن إن شاء الله وتبدأ تزيد حالة عدم الاستقرار وتشمل باقي محافظات شمال البلاد فباقي سواحين الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وجنوب الوجه البحري أيضا وتمتد إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ولكن فرص الأمطار على القاهرة تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة وتصل إلى شمال الصعيد خفيفة النهاردة درجات الحرارة حول المعدلات الصباعية والتقس المعتادل على جنوب البلاد ولطيف على شمال البلاد ده خلال فترات النهار فترات الليل التقس بيكون بالد على أغلب الأبحان درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة على السواحل الشمالية بتتروح ما بين 22 و23 درجة القاهرة والوجه البحري ما بين 24 و25 محافظات شمال وجنوب الصعيد ما بين 25 و27 درجة مويل أشكر حداك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهيم مدين مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات نبدأ نستعد جيدا لفرص سقوط الأمطار ما نتفجئش ونبدأ نعي جيدا لإجراءات الخاصة بالسلامة خاصة للي بيقودوا سيارتهم في هذه التوقتات وربنا يسلم الجميع وتكون هذه الأمطار المتوقعة إن شاء الله خير علينا جميعا وخير على البلد هنستكمل مع حضراتكم الأخبار وهنروح إلى كوكب اليابان زي ما بيحب البعض إنه يسميه اليابان معروفة بالتكنولوجيا الحديثة والزكاء الاصطناعي والروبوت ليست شيء مختلف أو شيء بعيد عن اليابان أو في حياتها اليومية لكن مؤخرا نضم روبوت لموظفين في مطجر هذا المطجر هو المطجر الرسمي لفريق سريزو أوساكا لكرة القدم هذا الروبوت له مهمة جيدة جدا في هذا التوقيت عالميا وهو إنه بيرائب رواد المطجر وبيتأكد إنه هم بيمرسوا التباعد الاجتماعي بشكل صحيح وبيتأكد إنه هم لابسين كمامات عشان الوقاية من فيروس كورونا الروبوت ده طوروا معهد أبحاث الاتصالات المتقدمة في كيوتو بيقوم بتحذير العملاء لما بيكتشف من خلال الكاميرا الموجودة فيه وتقنية ليزر ثلاثي الأبعاد لما بيكتشف إنه هم لا يضعوا الكمامات أو بيلتزموا بالتباعد الاجتماع بيتوجه لهم ويبدأ ينبههم بهمية ارتداء الكمامة للوقاية الحقيقة إن اليابان شأنها شأن دول كثيرة حول العالم بدأت تتجه إلى الإغلاق مرة أخرى حفاظا على صحة مواطنيها بعد ما بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة في العاصمة توكيو تصل إلى تقريبا 300 حالة يوميا وهذا معدل كبير طبقا لتقديرات الجهات الصحية هناك وبالتالي تدخل اليابان في مرحلة إغلاق وهناك يعني كلام كثير وبحث كثير في هذا الأمر متى يتم تطبيقه تحديدا في اليابان وبالذات في العاصمة توكيو لكن المسألة الروبوتس واستخدامتها لها أهمية خاصة في إطار فيروس كورونا لأنه الروبوت بطبيعته لا يمكن أنه يلتقط عدوى يستطيع أنه يقترب مسافات كافية من أي شخص والشخص آمن على نفسه ولن يدار الروبوت بأي طريقة فبالتالي هذه وسيلة جديدة للزكاء الاصطناعي للتغلب على المشاكل التي فرضت على العالم أجمع أن يترك مسافة متر على الأقل بين كل شخص والآخر في إيطاليا وفي تجربة طبية رائدة وفي جراحة شديدة التعقيد لإزالة ورم من النخاع الشوكي لطفل عمره عشر سنوات تم إجراء هذه العملية اللي استغرقت أربع ساعات لكن في وجود متغير مختلف وهو عصف الموسيقى حية وعصف مباشر داخل غرفة العمليات من أحد الأطباء اللي بيجيد العصف على هذا البيانو الكبير كان الهدف هو دراسة تأثير هذه الموسيقى على المؤشرات الحيوية للمريض اللي هو في هذه الحالة طفل عمره عشر سنوات فريق العملية رائب النشاط الكهربائي للمخ بشاشات مرأبة وكان باستطاعتهم رؤية التغير في هذا النشاط الكهربائي للمخ في الأوقات اللي كان يتم عصف الموسيقى فيها والأوقات اللي كان يتم التوقف عن عصف الموسيقى فيها وهذا مؤشر في اعتقادهم إلى أن المريض رغم حالة التخدير والغياب عن الوعي استطاع أنه يميز ويدرك ويشعر بالموسيقى هذه ليست المرة الأولى اللي تكون فيه دراسات كثيرة حول أثر الموسيقى في العمليات الجراحية حتى ولو كان الأثر لتهدئة أعصاب المريض وتركه في حالة من الراحة النفسية قليلا أثناء إجراء العمليات وده أصبح ربما تكنيك حتى مستخدم في بعض العمليات خاصة المرتبطة بالمخ واللي بيكون مهم جدا أن الأطباء يدركوا أي تغير أو أي ضرر قد يصيب أجزاء المخ لأنها بتؤثر على الوظائف الحيوية بالتبعية ده اللي خلى مثلا في إحدى العمليات الجراحية اللي كانت لعازف جتار أنه يطلب منه أنه يعزف على الجتار بتاعه طول مدة العملية الجراحية في حين الأطباء بيقوموا بإزالة ورم من الدماغ وهو في تخدير نصفي علشان يتأكدوا أنه طالما عصفه منتظم فهو قادر والمخ في حالة جيدة ولم يصيبوا أي أجزاء أخرى بالضرر من إيطاليا وهذه العملية الجراحية المعقدة إلى شرق إيطاليا تحديدا ومدينة اسمها أكوالاجنا وهذه المدينة بتشتهر من خمسة وخمسين سنة بمهرجان سنة وبيقام فيها لنبتة معينة اللي هي نبتة الكمأة أو هي نوع من أنواع الفط بتزرع بكثافة في هذه المدينة أو بتنمو فيها في هذه المدينة وبتتميز بسحر مختلف لرائحتها التي لا تقاوم زي ما الإيطاليين بيصفوها المدينة للأسف فقدت 3 مليون يورو من دخلها السنوي اللي بيعتمد على هذا المهرجان لأنه كان بيؤدي إلى سياحة وافدة لها وطبعا تنشيط لحركة البيع والشراء وتجارة هذه النبتة اللي اشتهرت بها هذه المدينة على مدار قرون الحقيقة وهي بتجذب الناس فضلا عن أن لها فوائد صحية كبيرة على صعيد التغذية انتهت فقرتنا الأولى في هذا الصباح وهي الفقرة الإخبارية من مصر والعالم هنروح لعدد متنوع من الأخبار الرياضية مع زميلي محمد عاطف وبعدها فقرة الأيروبيكس ثم الصحافة المصرية وقراءة في أبرز عنوانها مع زميلي شاب شعلان كل هذا بعد فاصل قصير فبقا بك اشتركوا في القناة